الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي اليمدين ما بعد سجلوا هذه الكلمة في ليلة السابع من ربيع الأول من سنة 45 و 400 ألف للهجرة وهو يوافق ليلة الثاني والعشرين من شهر أكتوبر من سنة 23 وألفين للميلاد واليوم هو اليوم السادس عشر على التوالي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولا يزال عدوان إسرائيلي حتى هذه الساعة يواصل قصف غطاع غزة بأنواع الأسلحة الفتاكة وأنواع الصواريخ حتى إنه استخدم صواريخ وقنابل محرمة دوليا كالقنابل الحارقة وغيرها وعدد القتلى وصل حتى هذه الساعة إلى أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة منهم ألف وخمسمائة طفل وألف امرأة حتى هذه الساعة وكلنا رأى هذه الصور المفزعة للضحايا في هذا العدوان منهم من مات تحت الأنقاذ ومنهم من أصابته الشضايا حتى إن إسرائيل والعياذ بالله يعني قصفت المستشفيات حتى أنها لم تبقي ملجأ يمكن للناس أن يلتجوا إليه إلا وقصفته كل ذلك جرأة على حرمات الله تبارك وتعالى مع عظم هذه الفاجعة وهذه الفاجعة لم يسبق أن حل بفلسطين في مثل هذه المدة القصيرة بمثل هذه الفاجعة العظيمة ومع عظم هذه الفاجعة لا تزال إسرائيل تواصل عدوانها الوحشي في ظل تحرك ضعيف وخجول من الدول الإسلامية والعربية ولا شك أن هذا العدوان الطاغي يوجب تحركا قويا من الحكمات الإسلامية والعربية فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين أن يتعاونوا في صد العدوان وأخبر بأنهم أخوة قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة وهم أمة على من سواهم قال عليه الصلاة والسلام المؤمنون يتكتكافؤ دماؤهم وهم يد على من سواهم ومثل هذا العدوان وأقل منه يوجب على المسلمين أن يعلنوا الجهاد لصد هذا العدوان الآثم وردع المعتدي المجرم الغاصب والمسلمون مجمعون في كل المذهب مجمعون على وجوب الدفاع عن المسلمين وعلى وجوب استنقاذ أسر المسلمين وعلى وجوب دفع الصائل المعتدي وعلى وجوب تطهير البلاد الإسلامية ومقدساتهم من أيدي الكفار اليهود والنصار وغيرهم هذا محل إجماع من الأمة والنصوص فيه أكثر من أن تحصر يقول جل وعلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينهم إثاق وفي الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فالمظلوم يجب أن ينصر ولا يجوز أن يخذل وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أي لا يخذله ولا يترك نصرته ولا شك أن هذا النوع من الجهاد يعني جهاد الإسرائيليين وغيرهم هو من جهاد الدفع ومعلوما أن الجهاد الدفع أوجب من جهاد الطلب وفيه مقولته شيخ إسلام بن تيمي رحمه الله التي كثيرا ما تتكرر أو تذكر وهي قوله رحمه الله وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين وهو واجب إجماعا قال رحمه الله فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه وذلك لا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان ونصوصه العلماء في هذا كثيرة جدا ولا يقول قائل إن المسلمين اليوم لا يقدرون على الجهاد لا يقدرون على الدفاع أقول بل يقدرون على الجهاد ويقدرون على رفع السلاح ويقدرون على الدفاع لكن بسبب تفروقهم وبعد كثير منهم عن الدين الله تبارك وتعالى وخوف بعض الحكام على عروشهم هو الذي دعا إلى القول بأنهم عاجزون هم لم يعجزوا عن ضعف وإنما عجزوا بسبب تفروقهم وخوف كثير من الحكام أو الرؤساء على عروشهم وبعد عامة الناس فضلا عن الحكام عن دين الله تبارك وتعالى واليوم نحن نرى كثير من الدعاة وللأسف الشديد بدلا من التداعي لنصرة أهل غزة وتوحيد الكلمة في ذلك وبدلا من تصبير أهل غزة وتقوية قلوبهم وأن يشدوا على سواعدهم نجد أن هؤلاء الدعاء يسلطون ألسنتهم عليهم بالنقد والملامة ترى هم يقولون حماس والفصال الجهادية تجرت تجرت وهي التي ألبت إسرائيل تجرت عليها مع عجزها عن مقاومة المعتد مع عجزها عن قوة إسرائيل وأن الجهاد يقولون لا يجب إلا مع القدرة فكيف تتجر على ذا الفعل مع أنها عاجزة عن دفع قوة إسرائيل يقولون مثل هذا الكلام ونحوه ولا شك أن هذا الكلام أولا يفت في عضل المجاهدين ويكسر قلوب المستضعفين كما أنه يزيد من جراحات هؤلاء الجرحى وهؤلاء المستضعفين ويحرّض أيضا على الشقاق بينهم هو يحرّض على الشقاق بين الفلسطينيين ويزيد من هوة الخلاف بينهم وهذا الكلام قد يكون حقا في نفسه لكن لا يصلح أن يقال في هذا الوقت هذا الوقت يجب أن يسمع المسلمون في غزة من كلمات التأييد ومن كلمات شد الأزر ومن كلمات التصبير والدعاء ما يقويهم على الصبر على هذه المصيبة ما يقويهم ويشد من عضودهم ويشد من سواعدهم في صد هذا العدوان ومع ذلك أقول إنما ينسب إلى مجاهد حماس والفصائل الجهادية في غزة من ضعف مقاومة القوة العسكرية لإسرائيل سببه الحقيقي هو تخاذل المسلمين عن نصرتهم وعدم قيام الحكمات الإسلامية بواجبها من الجهاد وصد العدوان هذا هو السبب الحقيقي لضعفهم لأن المسلمين يجب عليهم أن ينصرهم ومع ذلك أنا رأى كثيرا من هؤلاء الدعاء يسكتون عن هذا الأمر لا يبينونه ويتغافلون عن التخاذل العظيم من الحكومات الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه ما جرى على يد إسرائيل في غزة وهذا هو الذي بسببه تسلط اليهود على الفلسطينيين ذبحا وتشريدا ولكن نجد هؤلاء الدعاء بدلا من نصرة أهل غزة يصبون جام لومهم وعتبهم على حماس وفصائل الجهادية ولا يوجهون الملامة على الدول التي تخاذلت عن نصرة المسلمين وتخاذلت عن القيام بما أوجبه الله إزا جل وعلا عليهم وذلك ترك الدول الإسلامية تركها للجهاد ليس عن عجز شرعي لكنه ترك عن تفريط والدول الإسلامية اليوم والعربية أيضا عندها من الوسائل الكثيرة ومن الأدوات التي تستطيع بها وقف هذا العدوان غير الجهاد وغير القتال إن عجزوا عنه كما يدعيه من يدعي والله لو علمت إسرائيل تعلمت من الدول الإسلامية تحركا جادا لوقف هذا العدوان والله لما تمادت حتى هذه الساعة في هذا العدوان تضرب غزة بالصواريخ وكأنما لا أحد حولها ولم تلتفت إلى الدول الإسلامية كلها عن بكرة أبيها لا شك أنها تعلم أن التحرك الذي جرى لم يكن تحركا جادا هي الآن إسرائيل تقتل وترمي الصواريخ بلا توقف لأنها تعلم بضعف التحرك تحرك الدول الإسلامية حتى هذه الساعة وقد يكون بعض هذا الأمر عن التواطئ مسبق من بعض الدول أو غيرها ودول الخليج مثلا الآن تمتلك ثلث احتياطي النفط في العالم هذه ورقة يمكن لهذه الدول أن تستخدمها في الضغط على أمريكا وهي الداعم الأكبر لإسرائيل تستطيع أن تستخدم هذه الورقة للضغط على أمريكا وعلى دول الغرب لوقف هذا العدوان عندها قوة اقتصادية تستطيع أن تحركها أن تستخدمها وهذه القوة الاقتصادية قد عمل بها المسلمون ومعلوم ما حصل من وقف النفط في سنة 1973 قبل حرب أكتوبر سنة 1973 عندما أوقف الملك فيصل بعض الدول المصدرة للنفط أوقفوا تصدير النفط لأمريكا وأوقفوا له ولندا وبعض الدول أوروبا وكلام ملك فيصل رحمة الله عليه كلامه كان في ذلك في تلك الواقعة كلامه مشهور معلوم لا يخفى علينا استخدمه ملك فيصل والمسلمون آنذاك واستطاع أن يحركوا هذا الأمر ولذلك المسلمون اليوم عندهم من القوة الاقتصادية ما يستطيعون أن يستخدموه في الضغط على إسرائيل وعلى أمريكا مصر تركيا والدول الخليجية أيضا عندها قوة عسكرية لا يستهنوا بها عندها من الأسلحة والعتاد ما لا يستهنوا به أضف إلى ذلك ما عنده باكستان من القوة النووية إذن الدول الإسلامية والعربية عندها من الإمكانيات ما تستطيع أن تفعلها لطرد هذا العدو فضلا عن صد العدوان هي قادرة على طرد إسرائيل وطردها من فلسطين أساسا وعلى إرجاع هذه البلاد إلى حضن المسلمين فضلا عن قدرتها على وقف هذا العدوان الحاصل حتى هذه الساعة إسرائيل في هذه الحرب أو في هذا الأيام لأول مرة تعلن الحرب منذ سنة 1967 لأول مرة تعلن الحرب رسميا ولأول مرة في تاريخ إسرائيل يزور رئيس أمريكي يزور إسرائيل وقت الحرب فضلا عن ما جرى من التواطئ المعلوم الغربي المريب وقوفهم مع إسرائيل أمر مخزي يعني يصريحون بذلك بل يمنعون من التعاطف مع الفلسطينيين وهذا أمر ظاهر ولذلك لم نجد من هذه الدول الغربية يعني حتى إدانة الإسرائيل ويقولون تدافع عن نفسها طيب لو كان حماس والفصائل قد قتلوا من قتلوا من الجنود هؤلاء قتلوا أبنساء والأطفال وقتلوا أضعاف أضعاف ما فعلته حماس مع أن فعل حماس كان جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى الدول الإسلامية وللأسف إنما تتحرك اليوم على استحياء تطالب بوقف العدوان كما حصل في مؤتمر قاهرة وفي غيرها تطالب بوقف العدوان ببيانات غير مغتلنة بأفعال وإسرائيل تعلم تفرق بين التحرك الجاد والتحرك غير الجاد هي لو علمت أن التحرك المسلمين والدول الإسلامية والعربية كان تحركا جدا لما تمادت لكن تعلم أنها التحرك مجرد كلام يقال وبيانات تقال وهي مستمرة على هذا العدوان الذي لا ندري إلى أين سينتهي أو ما الذي وراءه وإذا كانت إسرائيل تسمع يعني من بعض الرؤساء الدول الإسلامية الكبرى تسمع منه بلسانه اقتراحا إذا كانت لديهم مية للتهجير أن يهجروا أهل غزة إلى صحراء النقب وأن يتفرقوا القضاء على حماس والفصال الجهادية ثم إن شاءوا أرجعوا أهل غزة إلى غزة وإن شاءوا لم يفعلوا إذا كانت إسرائيل تسمعوا هذا الكلام من أكبر حكام الدول الإسلامية كيف يرادوا منها أن توقف هذا العدوان هذا الكلام يعتبر بمثابة الضوء الأخبر لإسرائيل للمضي قدما في التهجير ويعتبر كأنه موافق مبدئية على ما تفعله إسرائيل أو ما تنويه من تهجير أهل غزة واستحلال ديارهم هل يتوقع إذا سمعت إسرائيل هذا الكلام هل يتوقع أن تتوقف عن العدوان؟ لا لو أن الحكومات الإسلامية هددت تهديداً باستخدام السلاح أو باستخدام سلاح التحالفات لو هددت باستخدام تحالفات مع القوى الأخرى كالتحالف مع الصين أو مع روسيا ورأت أمريكا وإسرائيل رأت من الدول الإسلامية والخليجية والعربية رأت تحركاً جاداً قد يضر بمصالح أمريكا أو يهدد إسرائيل لما تمادت في عدوانها لو هددوهم بفتح الحدود والسماح للمتطوعين من دخول غزة لما تمادت إسرائيل لو أن الدول المتصالحة مع إسرائيل والمطبعة معها هددت بقطع العلاقات أو توعد بسحب السفراء لكان الإسرائيل موقف آخر لكن إسرائيل لم ترى تحركاً جاداً من الدول الإسلامية والعربية وأنا أعرف أن أناساً ربما سيقولون كيف يا فيصل توجه نصيح الحكومات هذا خلال منهج السلف أقول بل الواجب أن توجه النصيحة للمسلمين أفراداً والحكومات وكلام العلماء في نصيحة الحكومات الإسلامية في مثل هذه المصائب والكبارث التي تحلل بالمسلمين كثيرة جداً أنت لو بحثتم في كلام الشيخ بن بازر رحمة الله عليه في عامة المصائب التي حلت المسلمين تجد يوجه الخطاب للمسلمين لأحدهم ويوجه الخطاب للحكومات الإسلامية ويطالب بعضها بقطع العلاقات وبالتحرك الجاد وغير ذلك من هذه الأمور هذا كلام العلماء ولكن الغلو للأسف الذي حصل من بعض هؤلاء الدعاء والإرجاء الذي استشرى هو الذي يقود إلى مثل هذا الاعتراض لأن مرجية العصر اليوم لما غلوا في تعظيم الحكام زيادة عن الحد الشرعي قادهم ذلك إلى إضفاء نوع من القداسة للحكام فصارت النصيحة العامة من غير تعيين حاكم ولا دولة صارت النصيحة العامة والتوجيه العام للحكومات وبيان ما يجب أن تفعله صار عند هؤلاء خروج منهج السلف ومنهج السلف من هؤلاء ضراء الشيخ بعثيمي رحمة الله في اعتذاء الروس على الشيشان في أحداث الشيشان يقول في شريطه المشهور يقول نحن نشرع على المسلمين ولكن نشرع على الدول الإسلامية التي وقفت كالمتفرج وكلامه رحمه الله وكلام الشيخ بن بن باز وغيره كثية في مثل هذا فنحن إنما نوجه النصيحة للحكومات الإسلامية ونبي له وجوب التحرك وأن التحرك الجاد كثيل بأن يوقف الإسرائيل والعدوان لكنه لم يروا تحركا جدا فكان الواجب أن توجه النصيح للحكام ونختم بالقول بأنه يجب على العلماء وعلى المؤسسات وعلى النقابات وعلى المجالس النابية وعلى أهل الشأن والرأي في البلاد الإسلامية يجب عليهم أن يتحركوا وأن يطالبوا الحكومات بتحرك جدي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم أنا لا أدري كيف ينامون كيف ينام الإنسان منهم وهو يرى يعني هؤلاء القتلى والأطفال وكيف يذبحون ذبحا ويدبرون تدميرا كيف ينام إذا كان واحد مننا وهو مسلم لا قوة له لا تغمض له جفن كيف تغمض أجفان من يملك الأمة ويملك السلاح ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولو حتى بأدنى تحرك وإنما يكتفي بالشجب والاستنكار لابد من التحرك الجاد نحو وقف هذا العدوان الملوك والله والرؤساء لو تحركوا تحركا جادا لو رأوا تحركا جادا من العلماء ومن أهل العلم وأهل الشأن وذوي الرأي والمكانة ومن النقابات ومن المجالس النيابية ومن المجالس الشعبية ورؤساء القبائل لو رأوا تحركا جادا منهم ونصيحة جادا من هؤلاء لهؤلاء الحكام وشعر الحكام بأن هناك تحرك شعبي وأن الناس لا يمكن يصبروا على هذا العدوان وأنهم يطالبون بتحرك جاد لوقف هذا العدوان لدفع ذلك لاتخاذ موقف جاد وعدم الاكتفاء بمجرد الشجب والاستنكار وإسرائيل مستمر حتى هذه الساعة بقتل المسلمين وذبحهم كما تذبح البهاء لكن لما رأى الحكام وبعض الحكام لما رأوا بعض الدعاة وللأسف اشتغرب المدح والإطراء والتمجيد بل وخلق بطولات وهمية لبعض الحكام ركلوا إلى الدعاء وأسلموا القضية الفلسطينية ولذلك لابد من التحرك يجب على الحكومة أن تتحرك يجب هي أساس اللي يجب عليها أن تجاهد فنقول إن عجزت أو فرضت فلا أقل من تحرك جاد استخدموا قوة الاقتصادية القوة التحالفية القوة التحالف ميزان القوة يعني لابد من تحرك جاد لو هددوا إسرائيل أساسا بأن الشعوب والله تضعين نحن سنجند الناس لو فتحوا لو أعلنوا باب فتح باب الجهاد لمن أراد أن يحارب في غزة والله لو كان هذا الخبر كالصائق على إسرائيل والأمريكا ولذلك لابد إنسان يراعي الله تبارك وتعالى أن يراقب الله عز وجل نحن مسؤولون موقوفون بين يد الله تبارك وتعالى بماذا سنجيب لا يمكننا أن نسكت والمسلمون يذبحون ذبحا بالمئات يموتون يوميا تقتل أطفال أمام عيوننا والنساء والضعفة وتهدم البنيان ولحنا نتفرج نفذ بالاستنكار يجب على إسرائيل وقف العدوان هذا لا يكفي بل يجب التحرك الجاد أقول هذه مسؤولية الجميع فلنتق الله عباد الله لنتق الله عباد الله لنتق الله عباد الله وليؤدي كل منا دوره أقول قولي هذا أستاذ الله العلي القديل أن يرفع المحنة عن أهل غزة وأن يهلك الله عدوهم وأن يكبته وأن يرده خائبا وأن ينزل به بأسه الذي لا يرد عن القول المجرمين وأن يرد كيده في نحره وأن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن يقوي قلوبهم وأن يحرك جيوشهم لصد هذا العدوان أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأن يصلح حكامهم وولاتهم أسأل الله أن يصلح حكامهم وولاتهم وأن يعينهم على الوقوف الجاد لنصرة هذه القضية الإسلامية وليس قضية قومية قضية الإسلامية وهي من أعظم قضايا المسلمين لأن فيها مقدسات المسلمين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب وارضا وأن يعيننا على ذكره وشكره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا